بسم الله الرحمن الرحيم جلسة الاعتيادية رقم 47 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 21 تشرين الثاني 2023 قرار وفي مجال تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الاجنبية وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف فقد اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات واجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع الذهب السيارات والهواتف النقالة والسقائر من خدمات منصة التحويلات المالية الخارجية المصرفية وبما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الاجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الاجنبية من السوق غير الرسمية إذ إن التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءاً كبيراً من الطلبات على العملة الاجنبية في السوق غير الرسمية حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمرقية على الحاويات وتخفيض آخر يخص رسوم استيراد السقائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية السادة وزراء الداخلية الإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام القمارق ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب تتولى المهام الآتية واحد مراجعة إجراءات توحيد السياسة القمرقية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص اثنياً وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات القمرقية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن ثلاثة مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ثلاثين لسنة 2016 وتعديلاته واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الحيئة والجهات المعنية من أداء مهامها وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين قرار وفي مجال المضيف استثمار الثروة الغازية أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23-097 لسنة 2023 بشأن مناقصة تحديث محطة تحلية الغاز وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس وتجفيف الغاز لحقل غرب القرنة الثاني بحسب الآتي الموافقة على المناقصة المتعلقة بتحديث محطة تحلية الغاز وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس الغاز وتجفيفه لحقل غرب القرنة الثنياً بعهدة شركة SICIM الإيطالية بمبلغ إجمالي 619 مليون دولار ومن منشآ إيطالي وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23-093 لسنة 2023 بشأن مشروع استثمار غاز حقل بن عمر بحسب الآتي 1- التوصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء مشروع استثمار غاز حقل بن عمر من قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 المعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم 23-1374 لسنة 2023 بشأن إعلان المشروعات الاستثمارية حصراً من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار 2- ضمان دفع الأموال من خلال وزارة المالية ضمانة دفع تحدد من قبل وزارة النفط من تأريخ 21-22-2023 في ضوء التخصيصات المرصدة بالموازنة سنوياً 3- يكون التزديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام فقط من خلال شركة تسويق النفط سومو استثناء من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة وقرر مجلس الوزراء ما يأتي 1- نفاذ قراري مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2022 لتنفيذهما من وزارة النفط بحسب كتابها في 16-20 الأول عام 2023 2- تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23 لسنة 2022 بحسب كتاب وزارة النفط في 18 كانون الأول 2022 بتحمل شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغ الضرائب التي ستترتب على العقد محل البحث ومن ثم يجري لاحقاً وبعد تحديد مبلغها وانطباق وصف ديناً حكومياً عليها أرض الموضوع على مجلس الوزراء على وفق صلاحياته بالتنازل أو الشطب أو التأجيل المنصوص في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل وأقر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 ألف ومئتين وسبعين بحسب الآتي الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة النفط بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف وثمانية وستين لسنة 2023 والفقر الخامس من قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف ومئة وثمانية وثمانين لسنة 2023 حول تسعير المنتجات النفطية وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23 ألف وواحد وتسعين لسنة 2023 بشأن مشروع الربط الكهرباء العراق السعودي بحسب الآتي واحد إحالة تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع الربط الكهرباء العراق السعودي إلى شركة تتراتيك لحصولها على أعلى درجة تقويم فني ومالي بكلفة إجمالية مليون وثمانية وثمانين ألف وستمائة واثنين وخمسين دولار اثنين تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع العقد الثلاثي ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنياً لسنة 2014 كما وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة المؤرخ في 19 تشرين الثاني ألفين وثلاثة وعشرين بتخصيص مبلغ تسعمية وثلاثة وعشرين مليون دينار فقط من إجمال الموازنة المرصدة لبطولة كأس آسيا للقوس والسحم المرحلة الأولى من أجل إقامة البطولة في بغداد للمدة من عشرين إلى خمسة وعشرين شباط ألفين واربعة وعشرين من أجل أن تكون بالمستوى اللائق والمطابق لشروط الاتحاد الدولي للقوس والسحم وفي المجال الزراعي أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمية وثمانية بحسب الآتي واحد تخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة معامل تفريط وتجفيف الذر الصفراء استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنياً لسنة ألفين وأربعة عشر اثنياً استخدام مطارات وزارة الدفاع مساحاتٍ لتسليم الذر الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها ثلاثة تخصيص مبلغ مئة وخمسين مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقاً لشراء عراني صدر الصفراء لموسم 2023 إلى 2024 أربعة اعتماد سعر ثلاثمائة وثمانين ألف دينار لشراء الطن الواحد من عراني صدر الصفراء خمسة اعتماد سعر أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذر الصفراء شريطة قيام وزارة الزراعة ابتداءً بتسليم حصة وزارة المالية بنسبة سبعين بالمية عن حاصل بيع الذرة الصفراء لموسم 2022 إلى 2023 والالتزام بنص المادة رقم أربعة وأربعين من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25 بالنسبة للمواسم القادمة وأقر مجلس الوزراء الموافقة على شمول حيئة التصنيع الحربي بأحكام قانون القمارق رقم 23 لسنة 1984 المعدل شريطة أن يكون المستفيد النهائي من البضائع المستوردة من الحيئة آنفا والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتسلم المخلفات الحديدية كافة التي تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية والمخلفات العسكرية والمعادن الملونة النحاس والأبراص والألمنيوم المستولى عليها من الأجهزة الأمنية إلى هيئة التصنيع الحربي بعد اكتساب الحكم عليها الدرجة القطعية من المحاكم المختصة وأقر مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لصيانة مراكز تأهيل المتعاطين القسرية وترميمها من احتياط الطوارئ استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25 وأقر مجلس الوزراء تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 248 لسنة 2022 بحسب الآتي الموافقة على إنشاء مراكز تسويق الحبوب السايلو في محافظتي واسط وكركوك لزيادة الطاقة الخزنية من إيرادات الشركة العامة لتجارة الحبوب شكراً